هو أنت لسه محطتيش العيش في المياه المغلية عشان تضعف الكمية وتعملينهم في البيت أكل المطاعم بس بيلي العيش كويس كده لغاية أميطرة معاكي قوي هم بيعملوها كده بالزبط في المطاعم أنا كلامي على فكرة هيكون بالميزان هتحدى الغلاء بالعيش المبلول بس قبل ما يتدي الفيديو شجعيني بأجمل لايك وشارك الفيديو لو عجبك مع أصحابك يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزي ما شفتي كده أنا حطيت في المياه المغلية حوالي 3 رغفة من العيش الشامي الأبيض لو عندك عيش برده برضو ينفع حطي يدوب كده رغفين على نص كيلو اللحمة المفرومة أهم بقى خطوة أنك تصفي العيش ده من المياه كويس يعني يطرى كويس في المياه المغلية صفيه كويس بعد ما يطلع عشان يدوب معاكي وما يكالك عش في الكبة كده هنزل بحوالي 100 جرام من الدهنة دهنة بقى ضاني دهنة عجالي براحتك بس طبعا كل ما كانت ضاني كل ما كانت أجمل وهتدي لأكلتنا النهاردة طعمة وحفة مش هافتين واقولكو هنعمل ايه انتو هتعرفوا لوحدكو يلا بقى كده على طول نجيب نص كيلو اللحمة المفرومة اللي عندنا اللي احنا عايزين نضع في الكمية بتاعته ونأكل عيلة من 7 مفارد نزلت على طول بيها على الدهنة المفرومة كمان معايا بصلة مبشورة بس أهم حاجة اعصوري ميتها كويس عشان تبقى مسمغة معانا كده والصبع مسك نفسه لازم تصفي مية البصل كمان هننزل بالعيش المبلول طبعا هو طري جدا لازم تطريه كويس قوي قوي يبقى ناعم عشان ما يكلكعش معاكي في الكبة كمان لازم تصفي من أي مية كويس زي ما اتفقنا نزلت كده بشوية من البقدونس المفروم كمان حطيت معلقة كده صغيرة من التوم أهم بقى مكون معايا هو معلقتين كبار من النشا كل نص كيلو من اللحمة يحتاج معلقتين كبار من النشا وده اللي هيدي الكفتة بتاعتنا النهاردة أجمل مطة في الدنيا وأهم بقى سر للنجاح الكفتة أي كفتة في الدنيا بتعمليها وهي التسميغ التسميغ يعني نحن بناجن الكفتة كويس كويس لغاية ما توصل معانا كده لنسيق متماسك سواء بقى بإيدك سواء بالكبة سواء بإيد الهون دقتها كويس كده زي جدتنا زمان لازم تدق الكفتة وتعجنيها كويس يلا بقى على طول نحط إضافاتنا اللي هتخلي طعمها تحفى كيس من توبل الكفتة الجهزة توبل الحاتي هتلاقي عند أي عطار ملح فلفل سود و7 بهارات بس كده كيس كفتة الحاتي الجهز ده أي شركة بقى تعجبك بيديك نفس طعم كفتة الحاتي الجهزة مطقة طريش بقى توبل فيها النهاردة هنعمل كفتة الحاتي على طريقة المطاعم بدون بقى إضافة برغل ولا بطاطس ولا حتى بقصومات زي ما شفت كده العيش المبلول مع معلقتين بس من النشا آخر حاجة بس حطيتها لأجنت الكفتة يا ربع معلقة صغيرة من البكربوناتو عشان تبقى هاشة معيه شايفين هو ده القوام اللي أنا عايزة بالزبط طب يا موريانة أنا عجنتها وحاسة أن أنا قطرت العيش أو ما صفتش العيش كويس هعمل إيه؟ هقولك دفلها معلقتين من البقصومات رغم أن البقصومات مش أساس الكفتة دي إحنا مش هنحط بقصومات وعيش بس أنا بقولك عشان إيه؟ تعالجي أي حاجة تفشل معاكي طب يا موريانة الكفتة دي أنا عملتها وحاسة أنها نشفة مني هقولك يا ست الكل لازم دهون إضافة الدهون بتدي للكفتة طراوة وهو ده سر الحاتي أي كفتة نكحة لازم إضافة الدهون فيها خاصة لو عندك كده حتة من دهن البوش دهن البوش بيبقى متمسك قوي في الكفتة للوقتي بقى معايا شوية من الخضار بصل جزر فلفل حطيت عليه بقى شوية ملح وفلفل عشان يدوني كده إيه؟ سوس حلو والخضار يدبل تحت الكفتة ويتغمس بالعيش هو كمان وزي ما شفتي كده أنا غطيت عجنت الكفتة بكيس بلاستيك وسبتها ترتاح في التلاجة نص ساعة قبل التشكيل لازم تعملي الخطوة دي تريحي عجنت الكفتة عشان الصابع يبقى متماسك معاكي كده ويمت زي ما بنقول وهنا بقى ابتدي تخلط معلقة كبيرة من صلصة الطماطم على معلقتين من الزيت عشان الخليط ده إلا هستعين به في تصبيع الكفتة تعالي بقى كده بالميزان نشوف عجنت الكفتة عندنا وزنة قد إيه والله يا جماعة هو نص كيلو لحمة مفرومة بس ما شاء الله إداني حوالي كيلو متين جرام يعني إلا مثلا عشرة جرام حاجة تحفى اللهم بارك ضعفنا الكمية وعلى فكرة كل المطاعم بتعمل كده بتستخدم العيش المبلول عشان تضعف الكمية بدون بقى برغل ولا بطاطس ولا بقصمات ولا أي حاجة وناس كتيرة سألتني عن طريق التشكيل الكفتة بصوا جماعة أنا بسيخ على السيخ بتاع الفرن السيخ الفرن اللي موجود عندنا في أي فرن بتجاز بتشكل عليه صوابع الكفتة على معلقة خشب على معلقة عادية عشان الكفتة بتاعتك تبقى مفرغة من جوة وبصي طريقة السحب لإني اتسألت كتير عن طريقة التشكيل دي بصي الأول بتسمغيها كويس بين إيديكي بعدين بتحطيها على السيخ كمان تسمغيها كويس على السيخ لغاية أما تنعم معاكي كده وبين صوابعك كده بتديها الشكل الجميل ده عشان يبقى شكلها طبعا إيه زي كفتة الحاتي أنا النهاردة عاملة الصوابع إيه كبيرة كده ومكلبزة عشان كل واحد ياخد صابعين وما يقولش أنا جعان تاني أكيد براحتك طبعا في حجم الصوابع اللي انت هتعمليه معاكي ما شاء الله كمية كبيرة من الكفتة خدتي بالك أنا بسحب إزاي الكفتة من على السيخ عشان برضو اتسألت كده إزاي يا موريانة ده احنا ما بنيجي نسحب الكفتة بنلاقيها تقطعت مننا بص يا ست الكل السيخ لازم يدهني الأول زيت قبل ما تحطي عجنت الكفتة عليه عشان يبقى سهل وانت بتسحبيها بعدين تشكليها كده بصي السحبة بقى آخر صابعين بتمسكي آخر حاجة في الكفتة والصابعين اللي فوق بتسحبي عقلة الكفتة من فوق حد هيسألني يا موريانة هل فعلا الكفتة دي طعمها زي كفتة الحاتي الأصلية اللي معمولة بلحمة خالص هقولك بص يا ست الكل أنا ست زمان قد تحط على كيلو اللحمة المفرومة رغيف عيش لكن احنا النهاردة حاطين على نص كيلو اللحمة المفرومة تلت رغيف عيش فأكيد يعني هي مش طعمها لحمة خالص يعني طعمها زي كفتة البطاطس كده القوام بيبقى نعم يعني الكفتة نفسها بتبقى نعمة وانت بتكليها عن الكفتة اللي باللحمة الخالص وطبعا لان بيبقى فيها عيش مبلول وفيها دهنة فلازم تكيش ومشاء الله أنا عاملة الصبع زي ما قلتلك مليان كده فكفتة العيش المبلول بتنفش معاك بس اللهم بارك طرية جدا والله العظيم ريحتها تحفى طبعا احنا متبلينها كويس والطعم حلوى قوي ضعفنا الكمية اللهم بارك زي ما شفتي بالميزان وعملنا حاجة موفرة واقتصادية وفي نفس الوقت طعمها حلو يلا بقى كده فحمية كبيرة وهنبتدي نطشها بشوية زيت عشان برضو ناس بتسألني انتي بتحطي ايه على الفحم ده زيت يا جماعة عشان نطلع البخار بتاع الفحم وناخد طعم كفتة الحاتب الفحم هنغطيها بقى ونسيبها تشرب من طعم الفحم وناكل احلى كفتة مشوية بالنسبة بقى لتسوية الكفتة في الفرن يا جماعة ما بتاخدش اكتر من نص ساعة ساعة لربع بالكتير قوي الكفتة لازم تبقى طرية وما تخرجهاش لونها محمر قوي عشان تفضل طرية معاك بتشغالي الفرن على اعلى درجة حرارة بدون طبعا شوية وما شاء الله شايفين النتيجة حلوة قوي يعني احنا ايه الصابع المقلبزة دي هي اللي تملى العين زي ما قلتلك عشان ما حدش يقول انا جعان تاني عملنا كمان كده طاصة مكارونا مكارونا سباكيتي بقى جنب الكفتة ودلعتهم ودي الطحينا اللي كنا عاملينها قبل كده مع بعض اللهم بارك اكلة تحفة ومن نص كيلو لحم مفرومة ضعيفنا الكمية وما شاء الله على الكفتة شايفين يا جماعة اللمعة والطراوة يعني متماسكة الطعم جميل ووهده كمان من طعم الفح بصي بصي الطراوة بصي الجمال اللهم بارك حاجة خطيرة خطيرة صارحتك بكل حاجة بكل صدق وامانة عشان لو جربتيها بإذن الله تدعيلي شايفة شايفة بقى الطحينا عليها فيه اجمل بقى من كده كفتة ومريرا ان شاء الله تستهل منكو اجمل دعوة تعلي بقى كده شوفي افتح لك قلبها من جوة شايفة المطة زي ما قلت لك اللهم بارك ايه السر بتاع المطة ده شايفين اللمعة الجميلة وقلنا اهم حاجة استخدام الدهون طبعا زي ما قلت لك القوام بتاعها زي كده ما بتضيفي بطاطس مهروسة ليها قوامها ناعم شوية غير كفتة اللحمة الصافي غير كده هي ما شاء الله تحفة وخطيرة شايفة الجمال في نهاية الفيديو اتمنى منك بقى تشجعيني بقى اجمل لايك كمان ما تنسيش الاشتراك والمتابعة لوصفات ويوميات ام ريانا بحبكم في الله تعليقاتكو الايجابية بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة